وإلى سوريا حيث تقدم رئيس سوري بشار الأسد بطلب رسمي للترشح في انتخابات رئاسة سورية المقبلة وأضاف رئيس مجلس الشعب حمود صبا بأن المجلس تلقى ثلاثة كتب من المحكمة الدستورية العليا تعلمه بتقديم كل من بشار حافظ الأسد ومهند نديم شعبان ومحمد موفق أسوان طلبات إلى المحكمة وذلك بترشيح أنفسهم لمنصب رئيسي الجمهورية اشتركوا في القناة